اعاقت قوات الاحتلال الاسرائيلي وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان وفاد شهود عيان بان قوات الاحتلال اغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر وسمحت لعدد محدود من المواطنين من الدخول الى القدس المحتلة وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال داخل الاحياء المقدسية واعاقت حركة المواطنين ومركباتهم فيما اضطرهم الى السير على الاقدام لمسافات طويلة للوصول الى المسجد الاقصى وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة ووفق الشهود نصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية ودققت في هويات المارة في حارتي وازقة المسجد الاقصى المبارك واحتجزت عددا منهم بحجة عدم حصولهم على تصاريح دخول للقدس ورغم كل اجراءات الاحتلال تمكن الالاف من الدخول الى المسجد الاقصى من ابوابه المختلفة وسط عمل دعوب للجان النظام والاوقاف الاسلامية لتنفيذ اجراءات السلامة لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا